الطالب أطفالي يا أهل المروة يا أهل الخير يا ناس واسم أوقف خطف أطفالنا يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية قيام السلطات السويدية بفصل أبناء المقيمين على أراضيها حيث يرونها تتنافى مع ثقافتهم واسلوب حياتهم وتهدد بالتفكك الأسري في المجتمع اللاجئ وأثيرت حالة من الجدل خلال الأسابيع الماضية بعد أن أثار هذه القضية زوجان سوريان قامت سلطات السويد باحتجاز أطفالهم الخمسة منذ قدومهم إلى السويد عام 2011 من بينهم طفلة انتزعتها السلطات بعد مولدها بدقائق وأظهر تحقيق صحفي أرقام صادمة عن عدد الأطفال المحصولين عن أهلهم من السوريين وجنسيات أخرى ففي عام 2010 سحب 17 ألف طفل وفي عام 2014 سحب 32 ألف طفل تطور الأمر إلى أسباب غير مفهومة دفع الأسر لمطالبة السلطات السويدية بإعادة أبنائهم المفصولين عنهم وكشفوا عن معاناة أطفالهم عند الأسر الحاضنة أجينا بالبحر بالعزب أجينا على السويد أخذوني من عائلتي أبوي حرموني أشوفهم حرموني أقولهم تبرر السلطات السويدية قراراتها هذه بأنها من أجل حماية الأطفال من التعنيف لكن العائلات المقيمة تنفي ذلك وتعتبر شعار حماية الأطفال من التعنيف ذريعة لفصل الأطفال عن أهاليهم العرب والمسلمون في السويد يقولون أن هذه القرارات تتنافى مع قيم وطبيعة الأسرة المسلمة ولها تداعيات خطيرة على الحقوق الثقافية والعادات الاجتماعية التي لا تتنافى مع النظام الأسري السليم ترجمة نانسي قنقر